اشتركوا في القناة بثلاثة يشوط مقابل شوطين للقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن المنافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى البحرينية للكرة الطائرة يستعيد بذلك فريق النصر غمت الانتصارات من جديد لأفع رصيده إلى 12 نقطة فيما أصبح فريق النادي الأهلي برصيد 16 نقطة واستغل فريق داريك لياب سقوط النادي الأهلي أمام النصر ونجح في تحقيق الفوز على منافسه المحرق بثلاثة يشوط مقابل شوطين واحد ليتمكن بهذا الفوز من اعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى رفع داريك لياب بهذا الفوز رصيده إلى 17 نقطة بينما ظل رصيد المحرق على رصيده السابق بخمس نقاط فقط وصل فريق المحرق ملاحقته ومطاردته لفريق الحد متصدر دوري الدرجة الأولى البحريني لكرة القدم بعد تجاوز عقبة منافسه التقليدي فريق النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في ختام منافسات جولتية التاسعة والآخرة من مرحلة الذهاب من المسابقة وجاءت هدفه المباراة ثلاثة في شوط المباراة هي الأول اتقدم المحرق أولا بهدفين عن طريق علي جمال وأحمد عابد فيما سجل للنادي الأهلي هدفه الوحيد مدافع فريق المحرق إبراهيم المشخصة في القطأ بمرمى فريقة يحفظ بذلك المحرق على فريق النقاط الخمس الذي يفصله عن فريق الحد بعد أن رفع رصيده إلى 16 نقطة من جانبي تلقى فريق الرفاع الخسارة ثالثة على التوالي والتي جاءت أمام فريق الملكية بهدف مقابل هدفين الفريق السماوي تقدم في النتيجة عبر اللاعب موسى ناري في الدقيقة 29 في حين عدل هاشم السيد عيسى النتيجة للملكية في الدقيقة 40 قبل أن يخطف اللاعب عيسى البر هدف الفوس في الدقيقة التاسعة والستين يحتفع بذلك رصيد الملكية لثلاث عشرة نقطة في المركزية الرابع بما بقي فريق الرفاع ثامنا برصيد عشر نقاط فقط فريق طبعا الرفاع والمتابعة جيد